اشتركوا في القناة الله خليك يا ربنا كله تمام كله تمام الحمد لله طيب الاول اتكلمنا على حاجة مهمة جدا قبل رمضان قلنا الدورة الدورة الربعية ديت هتتلعب في الفترة من عشرين لتنين وعشرين ستة تبدأ يعني من عشرين لتنين وعشرين قبل رمضان اخر خمسة قبل رمضان قبل شهر رمضان بسبوع قلنا كده ايه صح كل الناس كدبت برضو قالت ان الدورة هتبدأ تمنتاشر وتسعتاشر لا لا هي برضو الدورة من كنت بكلم الحاجة عامل حسين قبل الحلقة على طول ايه من عشرين لاتنين وعشرين خمسة وبيقولك بكرة في قرعة في اتحاد القرعة بكرة الصبح اه اه ندخل بقى لحاجة التانية برضو الناس كلها تكلمت على ماتش المنصورة سبورتنج اه وكله قالك ازاي الماتش يتلعب الساعة ثلاثة اه مش بييد لا اتحاد الكورة ليه ولا جنة المسابقات ده الكلام ده اتبعت للون عشان يزيع الماتش ما عندوش خريطة فاضية غير التوقيت ده الساعة ثلاثة الساعة ثلاثة عشان بس الناس اللي بتكلم برا اه اصف المتصوات التانية تلعبت اربعة ونص اربعة ونص عشان كان فيه مساحة انه يزيع اه ما كانش فيه ماتشات تانية في الدورة ممتاز اه طبعا ده اصف فنيا على جو حر اصف 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 وتسعة وعشرة مم ما عادرش يوسق في التوقيت ده يلاقي ماتشات عشان يزيع طر يأجل حداشر اتنشر تلاتاشر حداشر اتنشر تلاتاشر دخل برضو في القصة التانية بلو عشرة حداشر اتنشر بقى حداشر اتنشر تلاتاشر مم دخل برضو في القصة التانية في مباراة حدو في الدورة مزاعة طب هو عايز زيع الماتشات وماتشات الدورة الربعية نفس القصة برضو المباراة دي مزاعة بتاعت الدورة الربعية فهو الحاج عامل بيش بيديه القصة دي مش بتاعته دي بتاعت بتاعت ازاعة المباراة نروح بقى عشان كده الماتش تلعب الساعة ثلاثة تلعب الساعة ثلاثة أصف فنان على اللعيبة على الحكام حتى شاف انت أحمد الغندور طول الماتش ياخد بريك بريك وعطشان وريق وبين واضح ان شفيفه نشفف على الهوى يعني كان عملية تلاتة حر زاية حاجة بقى انت عندك لعيب كوالة بتاعه قوي يقدر يستحمل اللعب في الأجواء دي ويقدي عشان هما لعبوا ماتشاطهم كلها في التوقيت ده في لعيبة تانية ما تقدرش تقدي ما يقدرش يستحمل الحر هو كوالة بتاعه جسمانيا ما يستحملش الحر وانا دي احد النقاط المهمة انها ممكن ده اثر على الايه يظلم فرع عن فرع عشان كده اعتمنى الدورة نتلاشى بالأخطاء دي تنعمل ايه نلعب الدورة الربعية ديت بلاش الساعة أربعة خمسة ولا ثمانية بالليل لعبت ساعة ستة حسب بقى كمان الجدول الدوري الممتاز ايوة يعني من الدوري حيقف بعد كده عشان الأجندة الدولية صح؟ ايو دوري حيقف يوم سبعة وعشرين لعب المبارات ساعة ستة عشان الناس كلها تستمتع بالدورة دي الدورة دي بقى برضو حاجة يبقى الناس تبعرفها دي تلات مباريات وثلات مباريات حيبقى دوري من دورين واحنا برضو هنا انفرضنا بالقصة دات قبل رمضان كل مصر كانت بتقولك دوري من دور واحد صح؟ لا من دورين طب عايز اعليك سؤال بقى ايسا؟ دلوقتي حرص الحدود عنده استاد الماكس تمام ملعب حلو تمام حرص دعليك انت عايز تقول ايه اه ديني فورسة بس ديني فورس تمام انت عارف انا عايز اقول انا عايز الترسانة عنده ملعب حلو وستاد السويس عنده ملعب حلو وستاد سبورتنج ملعبه صغير وترتاني جيل صناعي كل مصر زياريتني قبل الحلقة هيلعب بقى في نفس الملعب سبورتنج عيلعب فين ولا عيلعب استاد كلمت احمد فاروق المدرب طبعا زني كده الناس ما بتقول كده او هو اطلقوا على المدرب المحظوظ محظوظ معاي جهاز فان كويس لعيبة كويسة كلمت قبل حلقة الا انا حلعب على ملعبي لكن ده ازا كان في مشكلة في نقل المرات او الازاعة هتبقى قصة تانية بقى لكن لغد لوقت انا باعت هلعب على ملعب سبورت ملعب سبورتنج حلقة على طول قبل ما نخش اطول بس يعني هيبقى في مطشاط مزاعة تليفزيونيا طب في جماهير ما انا احنا قلنا الكلام ده لو انت في اول الموسم مفيش ممنوع حتى في التلقي مفيش جماهير ممنوع الا ليه طب ما انا شايف جماهير ايه لا ده استثنائي انا شايف جاملون منصورة وشايف جامور الترسانة وشايف جامور السويس رسمي لا اللايحة لايحة اول الموسم لانديها كلها تحت بس حبا في جماهير ما انا بشوف جماهير مكتوب تحت كده اشوف حتى امتين تلتمائة واحد ده استثنائي ده بيبقى اتفاق بين المجالس الإدارات الندير يعني ده بسا ان ما تروح تلعب الترسانة مثلا والسويس مش هيدخل جماهير مش هيدخل جماهير ازاي بس ودي بقى الفرقين مع مراقب المباريات مع الحكم مع الامن يدخلوا بعض الجماهير اه وولد جدا اتحاد الكورة يعني الحارس انا كده كده عارف ان ممنوع الجماهير لا ممنوع الجماهير ملعب الماكس اه ممكن وولد اتحاد الكورة الساعات المتبقية ديت يقدر اتوصل لحل مسلا ان هو ادخل متين تلتمائة يعني سبورتيج لغض الوقتي في ملعب لحين اشعار اخر الاشعار ده مين اللي حدده بقى هو بقى يتحدده الكورة بتاع الملعب عشان اتزيع يعني انت مثلا مثلا يعني وانا كنت معترض على ديت مش عشان انا ملعب المطمين لأ شفت انت الكورة بتاع ملعب بروكسي فماتش المحل اللي عامل ازاي محلو كورة رائع جدا اه ماتش حلو عادي يعني حتقول ايه بقى من افضل المباراة اللي اتزاعك كولتي جميل كان ملعب بروكسي وانت ما كنش بتلعب معاه عليه لكن نادي سبورتيجي برضو اللجنة حتروح لها اندسية تعاين فقون وتشوف هالي الملعب صالح للاستبال المباراة ولا لأ نروح بها الحاجة المهمة يا كابتن النظام الدورة ديت الدورة ديت نهينا خلاص الدورة انتهت اللي الربعية وتساوي فريقين في في عدد النقاط هنلجي على طول مواجهة المباشرة هنلعبه بعض مرتين ايوه ايوه بس هنا بقى الواجهات المباشرة لها قاعدة رايح جاي متش رايح متش متزاي الدوري المحترفين في الدور التاني مباراة واحدة اه فانت مباراة يعني اول معيار لو الفئتين تساوي في عدد النقاط المواجهات المباشرة بالزبط بعد كده الاهداف الاهداف له عليه تمام وبعد اهداف له عليه لك بس بعد الاهداف له بقى هتوصل لإيه مباراة فصلة ياه اذا تساوي بقى يلعبه ماتش فصل ثلاثتين ماتش فصل يعني تساوي في كل حال حنتفق ان فيه تلات فرق اربعة تساوي مم يلعبه دورة من دور واحد والله زي ما قال الحج عامل قبل اه قبل دورة قد النظام العكس المباراة الفصلة في دورة الدورة الفصلة اللي كان فيها طبعا الستة عندية مم لا في النهاية كان الماتش يقلص تعادل بيلعبه ضربات جزاء اي مخبلك فده ده ده بقى الناس اللي تبقى عارفة ايه اللي هيحصل المباراة مزاعة او مزاعة بدون جمهور لغدرات بدون جمهور نروح بقى الحتة تانية مهمة جدا كل الناس منتظر القصة دي في جدل وصراع على تعديل الدوريات السنة الجاية تاني اه تعديل نظام الدوريات تاني الحج ساعة ده بو صندوق اه واكتر من عشرين نادي رئيس نادي الرجاء رئيس نادي الرجاء عايزين الدوري ده ست مجموعات كل مجموع كل مجموع دوري الدوري اللي هو اختسم التاني بقى اللي هو تحت المحترفية اه اه ست مجموعات كل فريق اربعتاشر نادي كل نادي يسعدوا بقى من الدرجة التالتة بالزبط عشان يكملوا كم اربعتاشر اه بس استنى الاول مجموعات ست مجموعات خلنا في المقترح الاول بلاش نتكلم في التفاصيل لاني التفاصيل لسه هم كل ده مقترحات المهم اقدموا المقترح اتحاد الكرة سمع يوم الحد اتناقشت مع الدكتور عابو كومي قبل ما يساق في التايلاند طبعا يرجع بقى الف سلامة واتناقشنا في حد التعديلات ديت التعديلات دي اللي تم فيها بقى هم اتحاد الكرة اتناقشوا في اكتر من مقترح يعني عشان الناس ما تاخداش مننا شور لا اتناقشوا في اربع مقترحات او تلاتة لكن الابرس كان ايه صعود توان المجموعات اه من الدرجة التالتة وصعود افضل اربع توالت كمان ده مقترح عشان يكملوا عدد الفير الاربعتاشر في كل مجموعات بالزبط ده مقترح واحد اتحاد الكرة رأيه على فاكرة مش وحش حلو المقترحات دي حلو الناس تلعب وده درجة التالتة ده قسم التالت بص يا كابتن انا انا يعني اتمنى حاجة تحصل وخلاص ياخدوا خرار بناي لو انت لحبت الدول الممتاز موسم استثنائي بس الفرق اللي فوق ينزل خمسة تمنتاشر ودول المحترفين يبقى بدل موعشين فرق تبقى تبقى تمنتاشر فرق موسم استثنائيش وتهبط وتحت بقى اعمل زي ما انت عايز في القسم التالية تالت رابع اعمل زي ما انت عايز ليه بقى ده انت حيديك منتق قوي سواء في المحترفين هيبقى اقوى من كده انت لغت دول المحترفين سواء مجموعة البقاء او الصعود انت شفتها للامطار الاخيرة منافسة شارسة وقوى جدا اسوان قاعد على حساب دي كيرنس وعندك وعندك كوالة اللاعيبة فنية مرتفع جدا ما حصلش في القسم التاني عندك مدربين سيبك بقى من لساعدهم كابتن احمد ايد عبد المالك كابتن سيد عيد كابتن محمد ميكي محمد حليم الخبرة لا انت افرص كمان مدرب جيل جديد حمد عطيه بقير احمد عبد المقصود نادي بيترول قصود نادي بيترول قصود احمد صلاح لفينة مدربين يعني الدوري المحترفين طلع لنا كوالتي رائع من المدربين الجيل جديد يقدر يقوده كل مصري الايام اللي جاية في مجال التذيب فانت النهاردة لو عملت الدور دي حيبق متعة كمان ده انت هتفرج على كرة يعني حاجة والاروع بس طبعا ده حيأصل وانا هتوقع على الاندال جمهرية لانك انت النهاردة حتى الاندال جمالة تظلمت حتى في الصعيد انت ما عندكش في الصعيد النهاردة في الممتاز غير الجول بس ناقي الجول اي واصوان استنى بيعني زي ما انت شايف كده بحاجة على اخر اللحظة اه اه المقصة هبط التعدين هبط مكادية هبط عندها كتير يعني انا 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 في الفواد اي ده السعيد تظلم السعيد لازم يتشاف له حل عشان ما يتظلمش لازم السعيد يقد وضعه تاني عندها تطلع الدورة الممتازة وتشتغل تمام هنتكلم برضو عن حاجة مهمة جدا عشان الناس بتسأل طب انتو بتعدلوا دوري بتعدلوا حاليا نكمل بقى القصة بتاعتنا اه الجلسة ممتدة من يوم الحد يوم عشرين يعشان المقترحات وشكل الدوري ممتد لو الدوري التانية بي تانية بي بعيدة عن المحترفين لا 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 بعيدة عن المحترفين تمام يعني ما الكلام لسه ما وصلنش بزبط لكنهم ما بيفكروا في عندهم افكار كتيرة فالجلسة ممتدة الدوري محترفينش هيتباع السنة الجاية يعني انا هلازم بعدين تمازيحة المباريات وبعد اكتر من تلاتين لعيب اتباعهم بين الدورين لانديت الدوري الممتاز بخمسين مليون ما هو ده لنتيجة الكوالات العالي اه وزاعة المتقوم زاعة المباريات وبعدين ازاعة المباريات بفاصيلة كل الده يا كابتن يجيب لك يجيب لك ايه سبونسر او راعي بسرعة يسهل من يسهل لك من التعاقدات مع سبونسر او راعي لكن لو المباريات مش يا سلام لو المباريات دي كمان السنة الجاية تتزحكوا لها كابتن يا انا اتوقع هيجي لك تلاتة اربعة سبونسر او رعاة ما وصلتش للدرجات دي السنة دي انك انت تتسوق بيقل لكل معظم القنوات اللي موجودة بيقلها المباريات دي هتاخد لان الدور ده بقى بقى متشاف جدا يعني انت مجموعة واندية محافظات واندية شعبية اه وخاصة لاني زعلت كمان ليه مجموعة البقاء كان لازم نزعملها مع بعض المباريات لكن كان عندهم الخريطة ايه زحمة زحمة شوية فاحنا نرجع بقى نرجع بقى الحتة لايه المقترحات بتاعة دور القسم التاني عشان نوصل المعلومة للاخر كل الاوضاع قابلة للتجديد لغة يوم عشرين بعد يوم عشرين يقفلهم لف ده ويبحثوا للاندية او ممثلي بعض يعملوا اجتماع جلسة كده ويعملوا جلسة ونقشوا مقترحاتهم ويأخذوها برضو محل الدراسة وده يعني انا بحيي استاذ جمال علامو اتحاد الكرة بصراحة كمان لانه هما بيعني بكل الحلول مع الاندية وبيسمعهم وبيستجيبهم وبيصبقهم كل بصراحة اتحاد الكرة الحل ده بصراحة عمل حاجة كتيرة كويسة جدا بعد كده كابتن بإسبوع عشان يبدأ بدري يأخذ القرار النهائي لكن وده الاهم والمهم اللي كل مصر منتظرها بنسبة 90% مفيش إلغاء للهبوط عدل إلغاء الهبوط ايه؟ يعني الاندية السنة دي اه اللي هبطت من المحترفين اللي هبط عشان الاندية ما تجريش ورا صرابة اه يقول لك ان يعني ما فيش هبوط ايه تعدلات الهبوط شغال الهبوط هيطبق زي ما هو وانا سعيد بالقرار ده عشان تقبل منظومة الادارية عندنا حطينا قرار او الموسم نطبقه ونمشي عليته الموسم لممكن اندية تانية تعترض بايقول لك انت لا لا هتعترض ايه الايام اللي جاي على مسؤوليتي اندية كتير جدا حتخش بمقترحات جديدة ولغاية الهبوط لكن لا القرار ده يعني اتمنى انه ما يحصلش اتمنى ان يكون ايه طيب عايزة عايزة اسألك حاجة فضلا انا اتفرقت على ماتشاط الفاصلة كلها المستوى الفني بتاع الماتشاط ما عجبنيش بصراحة بص يا كابتن انت النهار ده بتلعب اصلا انت لازم نبقى احنا دارسين القصة ديت ما انا وانت في يعني انت لفيت ملعب مصر وانا لعبت في كروم جينيكليس ولعبت في الكروم في سكندير يعني خدت برضو عندنا خبرة في الحياة ديت انت النهار ده بتجيب فريق زي المنصورة او زي الترسانة لعب تمنتاشر او تسعتاشر ماتش اعلى مجموعة في مجموعة كان بتلعب سبتاشر ماتش ومجموعة سبعتاشر ومجموعة تسعتاشر وبعدين بتلعب بقى قدام مين هتلعب مع الحرس لعب تسعى وعشرين ماتش وقف على رجله والفرقة فاقف عشان كده انا برجح كافة الحرس للحاجات دي فرقة هتصعد من اربعة الحرس والترسانة والسويس والتلاتة التانين في دول المعقرفين اه انا مرجح يعني طبعا ده مش نهائي شافل الحرس اقوى يعني اه طبعا لكن التلات فرق عندهم حزوز مدربين كويسين حسين شكر في الترسانة وفي جماهير برضو عندها اندية شعبية الترسانة والسويس اه الكابتن سعد فاروق في نادي سويس ومعه أسامة الموشو ومعتز سليم وناس ورا الفرقة وجموه العظيم اه نفس القصة برضو مع النادي سبورتنج احمد فاروق ازا ما قلتلك مدرب عنده حزوز ورد جدا مفاجآت لكن فنيا ورقميا الحرس لائب 29 ماتش يعني فايق وقف على رجله محمد ديمكن مدرب كويس عنده بعض التلات يعني اه القيد ما تفتحش السناد سعنده لعيبة كويسة سعنده لعيبة كويسة عنده قاوم كويس بالزبط فانا يعني برجح ان الحرس الاقرب للحاجات الفنيات دي لكن للحصوص بقى وعدم التوفيق ده قصة تانية لكن انا سعيد انه ماتش رايح وماتش جاي ان المغارض الفاصيلة ده كابتن كان لازم المغارض ديات ماتش رايح وماتش جاي ليه؟ فرقة النهاردة عندها إصابات اللعيبة عندها مش موفقة سوق حظ ايوة صح ميبقاش المعيار ماتش واحد لكن عشان تقيمني صح ماتش رايح وماتش جاي يصعد يستحق الصعوب وإحنا بنقول كده بالزبط وعندك وقت كمان تلعب فيه ده المشكلة ما نلعب حتى بعد العيد لشهر 7 يعني مثلا وعافنا في 15-27 هم 6 جولات انت ممكن تعمل فرق ما بين الجولة والجولة 4 أيام هو حينتهى قبل العيد قبل العيد قبل العيد وحتى لو لعب 4 أيام كويس العيد كام 17-6 16-6 هو حينتهى قبل يوم أو يوميد يعني كل 4 أيام حتى لو لعبت بعد العيد ما انت عندك لأ خلاص بقى عشان الناس ومسلم الصيف اللي يستعد بقى للمحترفين يستعد يستعد للمهتاز يستعد هيقعد للسنة الجاية وتغير مدربين بقى والناس بيتجاهز وبكانيات مادية لأن دول المحترفين السنة الجاية طيب عايز لك سؤال برضو أه اسألك سؤال يعني الاربع فرق عندهم حظوظ سبورتينج والترسانة والسويس والحرس لو فرق صعدت فرقة من الاربع صعدوا عندهم القدرات المالية إن هو يجيب لعيبة ويعمل فرقة بقى للدور الممتاز يعني بالسنة إن في فرق فيه تلات فرق مش كانوا بيلعبوا محترفين كانوا بيعابوا تالتة أو تانية به اللي هو الترسانة وسبورتينج والسويس مش بيلعبوا محترفين كمان بيلعبوا لأ تانية به فالنقلة كبيرة من التانية به للممتاز هل حتقدر تصرف وتشتري لعيبة وتعمل فرقة تقدر تطلع الدور ومستطيع تظهر بشكل كويس ولا تطلع عشان تنزل ترسانة 44 موسم في الدورة لا ترسانة ناديك تاريخ السويس والسويس لعب 15 موسم برضو المشاهدين بعرف عشان في ناس من الجداد ما يعرفوش حنديده بعدين حروض على سؤال بتاعك حنيجي عالترسانة 44 موسم 44 موسم خالب دوري 15 سنة ملعبش بطل الدورة موسم من 62 63 بطل كاس موسم 6 مرات نروح للأولمبي الناس تبقى عارفة الجلي الجديد لعب 39 موسم من الأولمبي 15 سنة غايب عن الدوري بطل الدوري العام 65-66 أول فريق مصري يشارك في البطلات الأفريقية الأولمبي نروح المينيا 14 موسم في الدورة الممتاز بني سويف 4 مواسم سوهاج مرة واحدة في الدورة الممتاز المنصورة 30 موسم منتقب السويس 15 موسم كفر الشيخ موسمين جمهور الشبين 6 مرات في الدورة الممتاز ضمنهور 6 مواس ضميات 8 مواس الشرقية 5 مواس الماليخ البور السعيدي 8 مواس بالقاس سعد مرة واحدة الشمس سعد مرة واحدة نروح بقى انت بتقول الفرقة ديت هتستمر في الدورة الممتاز يعني لو الترسانة السويس سبورتنج سعد الحرس عنده لعيبة وفرقة دوري محترفين خلينا لكن دول يقدروا يعملوا فرقة ويصرفوا ويجيبوا لعيبة خلينا نتكلم بواقعي محد يعني سبورتنج س النقلة من تانية به صعبة جدا الممتاز مش سهلة كابتن أنا يعني المحلة طبعا وليد خليل بس المحلة المحلة ظروفها مختلفة ليه محلة فرقة كبيرة وليد خليل موجود وعنده قوان فرقة يقدر اشتغل بالزبط يعني فرقة زي المحلة جاهزة وعندها لكن انت النهارضة مين بقى اللي مع الحرس وارد لو سعد يستمر ترسانة ستاري السعيد طبعا تعرف مقاتل في حيات التصرف ديت يعني ما تتكلمش في الامكانات المادية لكن حتبقى فيه صعوبة وصعوبة جامدة على السويس وعلى سبورتنج انت النهارضة سبورتنج نادي برضو امكانياته الملايق لا بيعندهم انشطة هم ابطال في انشطة تانية كتير زي السلة دايما بياخد تاني تالت يعني هم ابطال في عندهم وهم مهتمين اللعبات دي بالنسبة لهم حاجات مصرية اه فحيبقى فيه صعوبة في سبورتنج منه السبورتنج في الدول المتاز وانا يعني بقول احمد فاروق يقدر يشتغل في المحترفين لكن الدول المتاز حيبقى عملية صعب عليه السويس نفس قصة الا ايه زي بقى تدخلت كل رجال اعمال السويس اه السويس اللي نهار ده جمهوري اللي بتبرع لا انا والله الناس دي يعني محترم معتز البطاوي معتز تليم اه ومع اتنين من ايه مجلس ده صار فين تلاتة اربعة مليون جنيه ميجيبهم والله وقسامة الموشي لا يعني عملية مرهقة انا شفتك بص الورقة دي كانت نزل على الفيسبوك تبرعات جمهور السويس تبرعات عشر تلاف وائل علي حسن عشر تلاف مجمعين رقم عشان يدوا مكافئات ويصرفوا على الفرق يعني جمهور برضو وافي جدا جمهور السويس ده محمد حمد رغم ان معايا سبونسور اللي هو مدير الفن لبروكسي اي كان بيكلم معايا من يومين بيتناقش في الحالة دي قال لي لا في معاناة غير عادية معاناة انت قال لي انت قلتين لما صعدنا من التالتة للممتاز بك في لحاة تتعب انا مكنش مصدقة لما شفت صدمت مصرفات هائلة نرجع بقى سريعا عشان برضو الناس تبع عارفة ان هم فرد بالمداربين مداربين اللي هيبقوا فين اللي هما في دور المحترفين اللي هيمشوا لي حركة تنقلات يعني الناس كلها بتسأل والناس كلها مش عارف اي قصة كابتن سيد عيد جدد مع بيت روجيت خلاص خلاص كابتن سيد اي انت احمد عيد عبد الملك انا خدت الكلام جدد مع المحل اخدت الكلام من الكابتن وليد خليل من اسبوع وهو جدد خلاص وموجود مع المحلة هو بالنسبة له زي ما عنده مشروع عفارقة ناشئين هيبقى مشروع مدارب زي احمد عبد المدارب مميز وحياخدوهم عمرة هدية اللعيبة يعني اه دي برضو حاجة وعندهم مكافأة رهيبة طبعا حنروح لفيننا احمد صلاح مدارب طبعا يعني مميز عمل مستمر مستمر ودي دجلق ايجور توليتش لسه الاخبار كان بعد يعني الاخويل ترددت اثناء الدولة انه كان حيماش لكن ايه قصة بعد دات ممكن اعرفة خلال يومين اللي جاين نادي طنطة اتكلمت مع الوستاذ فارز المحترم كابتن عمر ألو احد ابرز رؤساء الانديه في واصل اي انا يعني الراجل ده بصراحة قمة قدوة الراجل هو وكان اللي هو ابراهيم بيجاد رئيس نادي المنصورة رمانديس فارج عمر ومحمد بوصلحي من الوصال الانديه الجامدين يعني لكن احنا هو عمل كل حفقة ومضالب يعني والعروع والأجمل وانا حتى اتكلمت مع الكابتن عمر ألو الكلام اللي عندي ان الاتصالات اتكلم معاه هو تلقى عروض لكن برضو لازال الاعلاقة اللي بينه وبين مجلد دارة طنطة خاصة الانستاذ فايز عريبي اتوقع انه هتكون يعني ايه لها عمل يعني عمل كبير انه يستمر في طنطة لكن لسه القرار وارد نادي السكة الحديد طبعا تامل رياض بعض الناس ممكن يستمر وممكن لأ يعني طبعا امير عزي مجال تعرف ما تهزمش غير ثلاث مباراة فاربعة واربعة عشر ماتش تامل رياض مكمن اخر ثلاث مباراة للسكة كان فا مشاكل طبعا لكن هو مدرب ما بدأش مع الفرقة ممكن من ضمن الناس اللي هي يعني يعني الاستاذ سيدة إيسة طبعا قاعد بيفكر الامدت وبدأ استحايد بحالها وارد جدا محطوط على طبعا الرادار ايمان المزين اه معاه طبعا الكابتن عبدالباق جمال وارد جدا يكون مكمل تامل رياض تامل رياض لسه فيش قرارنا لا لا راية السكة الحديدة راية كلمت اللي هو عبدالجليل امام قبل ما نرجع اللي هو مدير طبعا المدير الكرة والمحترم اللي هو عبدالج قال لي احنا متمسكين بكابتن حمد حليم هو عايز يعتذر واحنا يعني رفضنا الاعتذر ده هنقعد معاه خلال يومين وخلال يومين دولة حنحسب يعني هم عايزين يغروا الوضع شوية تمام فممكن المقترحات الجديدة تساعدوا ان هو يستمر عايزين يعملوا امكانات احسن يعني بالزبط نفري راي اه نادي راي وما فيش طبعا تلدت بعض الاسماء زي كابتن وصامة عربة بتاع لا الكلام ده مش موجود مش موجود نهاية اه نادي بروكس طبعا محمد حمد زي ما هو نادي القناة كابتن احمد العجوز اتكلمت معاه النهاردة وقال لي خلاص انا يعني اجازل فني زي ما هو معايا وانا اشغال على ماتش الاسماعيلي في كاس مصر وخلاص هنبدأ نجاهز الفرقة ونعدل اول من الماتش بتاع نادي الاسماعيلي في كاس مصر وبعدين نبدأ نتكلم في الموسم من جيد لكن هو خلاص مستمر اصدرنا كابتن احمد يعني احنا عجوز مدرب كبير على فكرة مدرب مبايز جدا لكن اتمنى ان ياخد موسم كامل نروح بقى سريعنا كابتن برضو ليه نادي نادي ابو اير طبعا الكابتن انت عارف الكابتن محمد عطية مدربش كويس جدا اللي عمله محدش عمله قبل كده في ابو اير من الصعب ان مجلس دارة يعني يعني يغير كابتن محمد عطية نادي بترقى سيوت نفس القصة المجلس دارة متمسك هو عنده ماتش مع فيوتر هو متمسك في الكاز هو متمسك محمد عمال صوت اه لكن الكابتن احمد كان اتكلم معايا وهو ما حتى اه يعني مصدر جوه النادي قال لي قال لي هو اسرته والمسافة بعيدة اه وكان ارهاق عليه وهو مدرب حيشتغل في اي مكان لكن هم متمسكين به القرار بقى فين يتجي علي مين للكابتن احمد نادرة صلاة الكابتن هاني مش وده نقطة هاني العقبة يعني الكابتن هاني مسك الفرقة وانا وانت اه كنا بنقول له خلاص هبط يعني اذا كان الادارة يعني قررت رحيله ولا هو اللي مش لا الادارة بقى طب ليه ما عمل شغل كويس عمل شغل كويس وبعدين انت النهار ده يعني مدرب زي واني وعاقبة مدرب كويس وحافظ الدوري ده كويس جد زي احمد ثاني زي اي من المزايد لا ومدرب كويس في مدربين ازاي تبقى برا يعني ما تشتغلش ان عندي بارت مشكلة مع مصاياة الصلاة باغاهره كتير وانت عادي استقررت ما انت تعمل تجربة او مشروع المشروع الثاني فاتت اللي عاملنا دي بترجل طيب كرروا تاني حنكمل المدربين نكمل باني لازم اطلع فاصل ماشي ونرجع نكمل المدربين في دوري المحترفين مين اللي ماشي ومين اللي مكمل بالنسبة للمدربين وحركة الانتقالات في دوري المحترفين بعد الفاصل ان شاء الله نرجع تاني مع شوز احمد القصص ونكمل حركة انتقالات المدربين في الموسم القادم في دوري المحترفين نادي اسوار يا خبتن طبعا تامر ابو جبل اه وده كان ابن النادي يعني بس والد انا توقع يعني توقع ان مجلس دارة تامر ابو جبل ده كان مدافع نادي الشمس ايو وانا على فكرة ساهمت في انتقاله نادي الزمالك ايو كان بيلعب معي في دوري الشركات في بيترجيت وودته نادي الزمالك ولعف نادي الزمالك فترة خليتش انت مانا ادح استامر صحبي تامر كان معي في بيترجيت في دوري الشركات فريق الشركة وكان بلعف الشمس ومن لعبة كان مدافع ممايز جدا وودته الزمالك بعدين ده أحمد فاروق قال لي على حاجة وكان عادوا مجلس الزراف الزمالك ساعت أحمد فاروق مداري بسبورتين قال لي على حاجة ليه قال ليه هو عرفه مش عارف انت روحت كسبت هناك المهم ان في حاجة يعني كان زماني يعني مش فاكر بقى لا بس هو في كده يعني فتامر ممكن اتوقع انا توقعت مني اسم كبير حجم كبير انا هتوقع ان المنظومات دي هتغير العيبة شراء العيبة انت قلت لي بالمناسبة لا مش مقفول بالمناسبة لا 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 هو الحرس وبعدين الحرس خلي بالك كان فضل يومين حرس والمقص اه المقصة والحرس كان فضل يومين ويفتح باب القيد انا عارف قصة الحرس الراجل طلب الفلوس نقدي لا طلب الفلوس في حساب غير الحساب النادي اللي كان في التحديد الدولي ايوة صح لكن خلاص انا كنت اتكلمت مع كبتين ميكي ايوة وقال لي القصة يعني ان هم حتى خافوا ان الراجل يبقى الحساب يبقى شخصي والفلوس ما تروحش في المكان المزبوط بالزبط بس هيفتحوا القيد السنة الجاي اكيدا المهم اصوان اتوقع ان هو يعني حيصل تغيير والعيبة وكل حاجة وحيبدأ ويجهزوا نفسهم لان اصوان اصلا اسم كبير يعني دي كنس طبتن كابتن حاسم موسى طبعا ميش خلاص ميشك مع كابتن طلعت يوسف دي كل الحاجات اللي عندنا النهاردة كم مداربة كابتن خمستاشر مداربة غرم خمسة بس تم الابقاء عليهم بترجية البترول بترؤسود ديجلة نادي طنطا نادي المقاصة النجوم الاكثر تغيير انا كابتن غير تمام مداربين يليه جمهوري الشيبين اربع مداربين برضو سريعا تبقى الناس عارفة عندنا الحكام جداد اللي هم متصنفين اللي حكم عشر مباريات يعني اعلى التحكيم في الدور المحترفين ابراهيم محجوب جلال احمد محمد ناصر محمد ناصر عباس محمود حسين محمود رجد مبروك نبيل هيسم عثمان اللي حكمه تسع مباريات مبروك نبيل دلوقتي بحكم دوري ممتاز اه اه وحكم تحت بالزبط تسع مباريات بل حكمه تسع مباريات احمد ناجي وسامة اسمعين عبد الرحمن صالح عمر عبدين محمد طا محمد عبدالحفظ محمد عبدالعزيز تمن مباريات كابتن احمد ناصر ونروح كابتن برضو عايزين نتكلم على حاجة انا عايزة عايزة الفرق الفرق اللي صعدت من الدرجة التالتة للتانية عشان نديو حقاهم برضو الناس دي بصة كابتن نادي الزهور بمطروح ده المجموعة اتناشر نادي اكتوبر المجموعة اتناشر شمال سينة نادي اصحاب الجياد بحقي طبعا او بهان الدكتور الصديق الدكتور سيد سامرة رئيس النادي حاجة جميلة ويعني وفق جديد في اسكندرية جنب الناس موحة اه وانا سألته صعده التانية به اه وانا سألته اللي هي تحت المحترفين التالتة للتانية به للتانية به سألته هل انت حتصرف قال لي لا لا جاهزين حنصعد ممتاز والله مصممين على الصعود والله هم نادي كويس يعني امكانياته المادية كويس نادي بالقاس سيتي مش بالقاس بقى اه بالقاس سيتي اللي هو كان اسمه اساسا ميكاس بورت اي اه نادي دوميات نادي بلاستيك دوميات صعد اه دوميات اه طبعا سألته محمد ابو جم اه بعد غياب طبعا سألته تانية به انا فرحان عشان محمد ابو جم بس له والبلاستيك برضو من دية العريقة وكابتن احمد عبدالغاني المدير الفني اعمل شغلي كويس جدا ايوان اتفرقتله على بعض المتشاط وطبعا صديقنا اه طبعا قابتن عبدالغاني اللعب الحرس الصابت اللعب الحرس الصابت متخب مصر ومدير فني مميز صعد بالبلس كان باهنين احمد يعني صديقي ومن المدربين اللي بيكتاهدوا يا سوز احمد ايوان وبيهموش بيروح يشتغل وبيعمل شغل كويس اه اه طبعا دايما انت طبعا صديقنا ومحلنا طبعا قابتن احمد جعف هو احد اهم ازباب صعود الفلة دي بصراحة توت عن خامون في عفرط وفي احمد شوكري اه في مجموعة من العيبة لكن هو كان يعني الهداف التاريخي زي ما بقولوا ايه اه نادي البداري عن المجموعة التالتة نادي توت عن خامون اه نادي مركز شباب صواج حزين على نادي صواج صواج تاريخ العريق المدينة المنورة عن المجموعة الاولى مدينة المنورة الاقصر ايوا الاقصر دي كلها الفرق تلاتاشر فريق كابتن من مية تسعة واربئين نادي ساعدوا ساعدوا من التالتة للتانية التانية به تمام لو الدولة الممتاز تمام نروح بقى كابتن اهم حاجة عندنا بقى النهاردة عايزين نتكلم بقى ونخش في ايه في تفاصيل الحاجة مهمة جدا طبعا عايز بس اجيب الماتشاط بتاعت اللي هي الماتشاط الفاصلة اللي تلعبت عايز اجيب ماتش الترسانة ودايروت عشان الناس تتفرج تمام نجم معنا الماتشاط كلها جماعة يعني هتقولنا بقى سبورتنج والمنصورة الترسانة ودايروت السويس وكهربت اسمعالية برضو وستاذ احمد دتكلم نتفرج كده عالماتشاط دي عشان نبارك للفرقة دي برضو على فكرة كابتن يعني الترسانة برضو دي ماتش ده منتخب السويس وكهربت اسمعالية واحد صفر صالح السويس كابتن ياسر كنت بقى اتناقش مع صديق الغالي معتز سليم عيده ماجلس دارة فتناقشنا قبل الماتش قلتلو كابتن ساعد فاروق مدرب مميز وانتو عندك عزوز ساعد فاروق زمان كان مازج سيراميكا قبل ما تسعد دارة ممتاز هاي المدرب كانت سيراميكا فرقة جاملة جدا زمان في الدوري القسم الثاني اول ما طالعه جديد كان معمزت المعتز البطاول ايوه طبعا فانا قلتلو سوى عمل مجود كويس اوي ساعد فاروق السندي مع السويس رغم الامكانات المالية برضو اللي مش قوية بس ياسر الكناني عمل فرقة بصراحة تلعب دارة ممتاز بص جمهور السويس لكن قبله سوق حظ غير عادي عدم توفيق وده اللي احنا بنتكلم عليه لكن السويس انا قلت المعتزتين معتز كابتن احمد الطيب وفتكر كابتن ناصر الجبروني زمان مدافع كابتن حسن ابو الوفا كابتن روحنا انا و لعيب جامد جدا كان كابتن حسن شحاته صعد كابتن حسن شحاته صعد صعد كابتن حسن شحاته بالسويس بالسويس انا فاك اعادنا هناك يومين انا واسماء السويس وكان معانا التاريخ طبعا العظيم كابتن مجدي كابتن عادل علام احد ابرز الناس يعني اللي صنعوا تاريخ نادل للصلاة وكان موجود معانا واشرف امين الباك رايت فاكر اللي استاد برا كان جوه 40 الف وبره 200 الف كانت حاجة للتاريخ دي مبارات ديروت والترسانة وتعادل واحد واحد في الوقت الاصلي وضربات الترجيح لصلاح الترسانة وبرضو كانت فرحة كبيرة جدا من الشوكيش الشوكيش طبعا ترسانوية كابتن لابد في حاجات كده يعني واحد بيتعاطف انا فيه اندية بحبها بتعاطفش دوري من غير الترسانة والمحلة انت بتتكلم من غير السويس اي تتكلم في تاريخ صح وبعدين مستصر السعيد بصلاحها طرر السعيد رئيس النادي عامل مجهود خارق هو مجلزة كان معاه مدخل امبارح امبارح كان بيكلم معاك صح كان زعلان عشان مع عبد جونة كان فيه هوا مع عبد جونة كان فيه مشكلة وهوا جامد قالك ولا كنا في شهر مثلا طوبة بس صرفوا طبعا مكافأة لسه ما صرفهاش هتلعه 30 ألف جنيه لكل لعيب مكافأة دي حاجة كويسة وحاجة جميلة حسين شوكيش بيقول لي يعني ان شاء الله نصعد ممتاز يعني عنده طموح كبير جدا حلم حياته يرجع الترسانة وبعدين الجهاز الفني كله ترسانوية حسين شكري حسين شكري حسين شكري وعمر فهيم ومحمود شاكر عبد فتاح ووائل جميل وعلي رشدي كله محمد عبد العالم ودير بحراص مرمو وسائد حامد العلاج الطبيعي وكان الله رحمه بقى ياسر حسن المدير الإداري كل سنة كانوا يتعبوا بقى ويبزلوا مجهود دي سبورتينج والمنصورة احمد فاروق مصمم ان انا اقول للناس ان هو مدرب محظوظ عشان معاي جهاز فن زي محمد صلاح معا مجموعة هو ربنا يعني وعد وبينا يكون لقى ايه على قلب رجل واحد قالك مفيش نواية وحشة بيقولولي كمان في الير بيس ان كابتن امين اسناوي كان نجم السويس اه امين اسناوي اه وانا قلت كابتن احمد طايب افضل الزهير بيقولك في دورة لعب الأولمبية قرب ساعة تربعة وستين انت عارف ان احمد طايب ده كابتن اه ايام كابتن حسن شحاته كان احد اهم اسباب صعود السويس ايو وهو اللي خطت مع مصطفى الرموزي ايو الله يمسي بالخير وموجود يعني عايش ايو استاذ مصطفى الرموزي طبعا كان ساعتها رئيس نادي السويس رجل الاعمال كان ايو بالضبط اه لا كان فترة حالة يعني احمد طايب طول عمره عقلية يعني ايه ايو ايو عقلية كان لعيب فز اه يعني بعد ما سابس السويس احترف في النمسو كان من لعيبة المميزة اه كل الاماكن دي بتطلع نجوم يا كابتن يعني احنا تعرف برضو كابتن احمد ناجي اه كان في الضوار لا كان نعيب في السويس لعب في السويس كان حالس السويس اه طبعا فناننا سبعا والشاعر العظيم كابتن احمد بني طبعا انا عندنا من ربما تامير كان كارم مرسي لو انت فاكره كارم مرسي ده الاتحاد سكندري كان الاهل الاول اه وكان هبدا في الالو منطقة بمصر اه ماليه لعب مع محمد رمضان جدا لا انا انا طبعا يعني كابتن كارم مرسي انا فاكره في فترة الاتحاد اه كان من مهاجمين الجمديجر وبعدين محروس جمعة ربما تامير من عندنا برضا كان محروس جمعة اسجلتش بالهدرز الا في الالو الزمالك اي من اللعيبة الهدفين برضا اشرف خميس كان في الكروم اه دلوقت طبعا محمد ابراهيم اي وعندنا لعيب طالع جدد في باهناسي كان مونير عقيلة مونير عقيلة من كفر الدوار ما عندكم اه مونير عقيلة صح محمود بهناسي من ناشئ وانضم المنتخب 2005 مع كابتن وقالشيتوس ومن اللعيبة هيبقى مشروع مدرب لعيب كبير جدا طيب قولي بقى بقيت الارقام عاش الوقت بيخلص سريعا كده طيب نروح بقى ايه للايه بسرعة بس على طول اللي هدفه الدور المحترفين السنة دي السنة دي اللي هما لايه السنة دي 24-23 اسماعين بامبا وعلى فكرة كابتن معلومة متاريخية هو كان هداف سنة اللي فاتت الشرطة وديجلة لعب في ديجلة والشرطة وطنطة صعد بالتلات فرق دولت للدوري جاب كم جون بامبا؟ جاب 14 السنة دي وعلي حسين ديجلة طبع 12 جون واحمد حسني 11 هدف منتخب يا كابتن بسرعة سريعا الدوري ده المنتخب بس هنتكلم عن عمر كريم عماد حرس مرمى الحدود رامي الزيدان طبعا باك رايت رايا خالد ابو زياد طبعا بيتروجيت ومحمد مجدي ديفندر ابو اير واحمد عادل ديفندر رايا اسلام مجدي صنع العاب المحلة محمود ممدوع حرس الحدود علي حسين طبعا مهاجم ديجلة سماعين بامبا بيتروجيت محمد ابو الناجة حرس بيتروجيت بيتروجيت طبعا غريب ياسر طبعا لعب رايا وبسام وليد باك رايت غزل المحلة محمد صبر ديفندر بروكسي سامح ابراهيم طبعا نادي بيتروجيت باشكل اصدقائي محمد قبيل محمود درويش ومحمد الشامل حبيبي اوز احمد دايما بنستمتع معاك وحنتابع معاك الفترة الجاية برضو هنعمل حلقة اسبوعية عشان نتابع دورة التراقي وكل الاخبار الجديدة في دور المحترفين ودوري القسم التاني والتالت ان شاء الله الفترة اللي جاي شكرك اوز احمد عن مهود الكبير وبشكر كل الزوالاء اللي بيساعدونا في المعلومات والفيديوهات والاخبار كلها بشكر شكرا جزيلا بشكر كمان كل طاقم العمل ونتقابل على خير بكرا ان شاء الله